سألوك دكتور إياد أنه متركز بمنطقة معينة لو ينكشر؟ لا لا، بمطار، بس الكتف يأذر بس الكتف يأذر السؤال الثاني، أكو تحديد في حركة مفصل الكتف؟ يعني أكو حركات ما تقدرون ينسوها؟ يعني بعض الحركات ما تقدرون ينسوها؟ أيديك دكتور ترفعيها؟ مثلا أنت تشتغلين تسويفت شيء يعني؟ أشتغل، يعني مستنسا عندي ألم معرفة لحركة نعم طبعا آلام مفصل الكتف عديدة بعضها بسبب مفصل الكتف نفسه، هناك أسباب كثيرة وبعضها سبب الألم يكون من الفقرات العنقية يبدو من خلال يعني الأعراض التي تعانيها المشاهدة الكريمة أنه سبب الألم هو مفصل الكتف فتحتاج إلى إجراء فحص طبي للمفصل لتشخيص سبب الحالة ومن ثم إرشادها إلى الألاج المناسب فإذا كانت ماخذة أدوية للفترة السابقة أكيد، يعني هذا تقول صار سنتين؟ مو تمام سيناء؟ نعم، سيناء مو عنا مال فبالإمكان في هذه الحالة إجراء بعض التداخلات المناسبة حسب سبب الألم المسبب لآلام مفصل الكتف نعم، نعم أحسن، دكتور 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 أسألك تعقيباً على سؤال الأخت سيناء بالنسبة للإنزلاق الفقرات العنقية أين يتصر الآلام؟ على موجود الناس بس أنه تفرق أنه بينهما تقول لشخصتها أنه ليس سبب الإنزلاق وإنما أكل تهاب أو مشكلة بالمفصل فأين يحس الشخص بالآلام؟ معظم الآلام للإنزلاق في الفقرات العنقية سيكون في الأطراف العليا نعم يعني من منطقة الكتف إلى الأصابق وبالجهتين يكون؟ ممكن يكون في جهة واحدة وممكن يكون جهتين نعم حسب ضغط منطقة الإنزلاق على جذور الأعصاب الذي يزود الأطراف العليا هذا معظم الآلام وقد يصاحب الإنزلاقات أيضاً آلام في منطقة الرقبة وتعرفين أنت الألم أحياناً يؤدي إلى قلة الحركة وقلة الحركة تؤدي إلى تشنج فصير فد عملية مزدوجة تتضاعف العلامات عند المرض يعني دعونا نقول أنه الألم نتيجة الإنزلاق سيكون منتشر على كل الأطراف العليا لكن إذا صار ألم متمركز في منطقة معينة قريبة على المفصل معنى هذا المفصل نعم وهذا كله يحدد عن طريق إجراء الفحص لأن لكل حالة مرضية يكون فحوصات خاصة ومن خلال الطبيب يقدر يميز بين السبب الرئيسي للألم نعم